بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته قد تستغربون إذا قلت لكم أن المسلمين جميعاً هذه الأيام أو بصورة عامة مع بعض الشوائد من هنا وهناك هم يتبعون مذهب أهل البيت وأما المذهب الأخرى السنية والشيعية فقد انقرضت وأصبحت من التاريخ المذهب الإمامي انتهى بغيبة الإمام المهدي ثاني عشر اللي افترضوا وجوده وقالوا هو ثاني عشر وغائب ولكن عملياً خاصة المذهب الإمامي الموسوي المذهب الإمامي الإسماعيلي نهض في تلك الفترة وأقام الدولة الفاطمية ثم انتهى وتفرق إلى أدة مذاهب وهم أيضاً في بعض الأيام مظاهرين وبعض الأيام بالسترعيشين نتكلم عن المذهب الإمامي الاثنى عشر ولد ميتاً أساساً ولد ميتاً وانتهى ألف سنة لا وجود لهذا المذهب على أرض الواقع في الأذهان في الكتب نعم ولكن على أرض الواقع لا وجود لهذا المذهب وعلى أنقاض هذا المذهب قام المذهب الاثنى عشرين أو المذهب المرجعي بعد ذلك المراجع أحلوا أنفسهم محل الإمام الغائب وقالوا نحن أمة المسلمين نحن أمة الشيعة الآن نحن ولاة أمر المسلمين والحكام الشرعيون هذا المذهب أيضاً انتهى تقريباً بغيبة المراجع أو غيبة السستاني بالذات عن المشاركة في الحياة السياسية وتوجيه الناس وما إلى ذلك في بعض الأمور يتدخل مع المسائل الفقهية ما إلى وزن ما في شيء جديد فيه الآن الشيعة يتبعون المذهب الديمقراطي يعني مذهب أهل البيت السنة كذلك الذين كانوا يؤمنون بمثلاً حكومة المتغلب حكومات العسكرية أو الحكومات الملكية المطلقة الوراثية بصورة عامة العالم الإسلامي السني أيضاً تجاوز هذه النظرية وهو يوم الآن بالديمقراطية من أندونوسيا إلى ماليزيا إلى بانجلادش إلى باكستان إلى تركيا إلى مصر إلى المغرب مذهب إلى أماكن كثيرة يشوفون المسلمون السنة يتبعون المذهب الديمقراطي وأقول أنا أن مذهب أهل البيت هو المذهب الديمقراطي وهو مذهب حي لم يموت ولا يموت أما المذهب الأخرى البخيلة فقد انقرضت أو في سبيلها إلى الانقراط مذهب أهل البيت هو الشورى اللي هو مستوحى من القرآن الكريم مذهب الصحابة الكرام الأجلاء لوائل وماذا بالأقلاء من المسلمين عبر التاريخ كانوا يؤمنون بالشورى وأمة أهل البيت عليهم السلام الإمام علي عليه السلام الإمام الحسن الإمام الحسين كلهم كانوا يؤمنون بالشورى وجاءوا عبر الشورى لم يدعوا لم يدعي أحد منهم أنه معصوم معين من قبل الله حسب النظرية الإمامية وحتى أدنى حديث يرويه شيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عن الإمام الرضا حديث السلسلة الذهبية يقول حدثني أبي عن آبائه عن جده عن رسول الله أنه من اغتصب الأمة أمرها ووليها من دون مشورة فاقتلوه فقد أذن الله في ذلك فإذن الشورى هي النظرية الصحيحة نظرية أهل البيت صحيح هم كانوا أحيانا يضطرون إلى مبايعة الحكام المتجبرين المتكبرين الإرهابيين المستبدين ولكنهم كانوا يؤمنون بالشورى ويدعون إلى الشورى إذن هذا المذهب مذهب الشورى أو المذهب الديمقراطي المتطور الديمقراطية لا تتعرض مع الشورى ولا تتعرض مع القرآن في ظل الإسلام نحن ندعو للديمقراطية في ظل الإسلام أحكام الإسلام الثابتة لا تتغير بالشورى ولا بالديمقراطية إنما إدارة البلد سياسيا واقتصاديا هذه إدارة بالشورى الديمقراطية طورت مبدأ الشورى فقسمت السلطات إلى سلطة تشريعية منتخبة من الناس برلمان يعني وسلطة تنفيذية الحكومة التي أيضا قد تكون منتخبة إما مباشرة من الناس رئيس الجمهورية ينتخب أو بيعبر البرلمان والسلطة القضائية تكون مستقلة ما تتبع الحاكم هذا أيضا مبدأ إسلامي وثم الفكر الديمقراطي أضاف على مبدأ الشورى أن هؤلاء المسؤولين هؤلاء النواب هؤلاء الرؤساء مو يبقون مدى الحياة حتى يطغون ويتكبرون ويجبرون إنما يحددون فترة رئاستهم بأربع سنوات خمس سنوات أكثر حتى لا تتكرس السلطة ولا تتركز بهالشخص واحد والشيعة اليوم إذن المبدأ الشورى مذهب أهل البيت تقوم مع القرآن الكريم والعقل العقل يقول بالشورى الآن العالم كله العقل العالمي العقل الإنساني يقول بالشورى ولا يقول به الحكم العسكري ولا بالحكم الوراثي المطلق والشيعة اليوم يلتزمون به يلتزمون بهذا مذهب أهل البيت الحقيقي الواقعي الصحيح ويطبقون أهوه في إيران والعراق في إيران جمهورية إسلامية انتخابات رئاسية انتخابات برلمانية انتخابات للخبراء القيادة وما شابه وكذلك بالعراق أدنى النظام البرلماني القائم يمكن فيه أيود بعض الأيوب مثلا الناس يطالبون بأنه هذا النظام يطور أكثر فيكون نظام رئاسي مثلا حتى يوحد الناس ويتجاوز المحاصصة الطائفية أما المذهب الإمامي بعض الناس يعتقدون نفسهم هم إماميين وهذا شيء وهمي محقيقي بالأوهام عايشين المذهب الإمامي مذهب مثالي شنو يعني مثالي؟ يعني المذهب تقرون الكتابات الأولى والخطابات الأولى للإماميين المتكلمين يقولون الحاكم أي حاكم يعني يجب أن يكون معصوما ومعين من قبل الله هذا ما موجود وما يصير وصعب الله ما سوى شيء هذا فإذا هو مذهب مثالي يشترط الأصمة والنص في الإمام في الحاكم يعني مذهب خيالي وهمي كان يعني ظهر في القرن الثاني يجري بصورة سرية ونسب نفسه إلى عامته البيت كذبا وزورها واجه عقبات أنه شلون تنتقل الإمامي من واحد لواحد آخر كان في مشاكل عنده وانتهى بوفاة الإمام الحسن العسكري دون أن يعين خلفا من بعده ماذا بانتهى هذا حتى اختلقوا لولد بالسر ما ظهر هذا 1200 سنة الآن لم يظهر وحتى يعني في الذهن حتى لو كان موجود فعلا وهو لم يظهر يعني ما موجود عملا يعني الشيعة ما عندهم إمام معصوم من الله يقودهم الآن وما يقدرون يطبقون هذا النظام فإذن هذا مذهب خيالي وهمي انتهى قبل 1200 سنة بعدين صار المذهب المرجعي المراجع العلماء قالوا احنا نواب الإمام احنا الولاة الشرعيون والحكام الشرعيون هذا المذهب أيضا الشيعة تخلوا عننا الآن صحيح بعض الناس لا يزالون نقلدون هذا المرجع أو ذلك ولكن عمليا بإقامة النظام الديمقراطي في العراق وفي إيران الشيعة تخلوا عن المذهب المرجعي وما يعتقدون حتى بإيران ما يعتقدون أن القائد مثلا أو الولي الفقيه هو مندوب عن الإمام المهدي لا منتخب من الشعب عبر واسطة مجلس الخبراء اللي هم يراقبون عمله ويحاسبوه كل ستة شرعي قعدون وقد يغيروه يسقطوه يجيبون واحد آخر مكانه هذا الدستور الإيراني هكذا يقول فإذا المذهب الإمامي كان يشترط في أن يكون الحاكم أي حاكم معصوما ومعين من قبل الله ومن السلالة الحسينية المسوية وقد وصلت هذه النظرية أو الفرضية هي أمور إلى طريق مسدود بوفاة العسكري دون خلف فانتهى المذهب الإمامي المذهب الإمامي غير المذهب الجعفري المذهب الجعفري مذهب جعفر الصادق فقهي في مساعي الفقهية والآن كثير من الشيعة يعملون بهذا المذهب الجعفري مثل المذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحملي فإذا المذهب الجعفري غير مذهب أهل البيت القائم على يعني المذهب الإمامي أقصد غير مذهب أهل البيت القائم على الإيمان بالشورى مذهب أهل البيت قائم على الإيمان بالشورى ثم نشأ المذهب المرجعي القائم على الاجتهاد منص من الله والدعاء النيابة العامة عن الإمام الغائب المفترض الذي لم يولد ادعوا أنهما نواب هذا الإمام هذا الإمام ما موجود حتى يعطيكم نيابة ومو كل المراجع يقولون بذلك سيد الخوي مثلا يرفض نظرية النيابة العامة أو الولاي العامة وقد انتهى هذا المذهب المرجعي اليوم بتبني الشيعة لنظرية ولاية الفقيه والشورى والديمقراطية وهذا هو مذهب أهل البيت القرآني الأقلائي الواقعي الذي أحيى الشيعة بعد تهميشهم أكثر من ألف عام وهو أيضا أهل السنة الآن ما يسمى أهل السنة يتبعون هذا المذهب المسلمون عموما يعني المسلمون شيعة وسنة يتبعون المذهب ماذا بالشورى ماذا بأهل البيت يعني البيت مو أحدهم سووا هو ماذا بالصحابة أيضا تبعوا عملوا بالشورى وهكذا توحد المسلمون اليوم في الحقيقة ويتوحدون في أي بلد في ظل الإسلام والنظام الديمقراطي العادل وإذا ما في ديمقراطية ما في شورى يصير ظلم ويصير طهيان وسيطرة عائلة أو شخص أو ضائفة على بقية المجتمع وبالتالي تحدث الفتن ويحدث الصراع والتفركة بالمجتمع أما إذا احنا اتفقنا على هذا النظام نظام الشورى النظام الديمقراطي يعني احنا نعيش بسلام وبمحبة وأخوة وعدالة هنا دخل الأخ واحد يسمي نفسه أراك واحد اثنين ثلاثة أربع يقول الأستاذي العزيز حياك الله الشيعة يقولون بإمامة المهدي المنتظر عليه السلام وجنابك الكريم تقول مصادر شيعية تنفي يعني هل الشيعة أجمعوا على ذلك أم ماذا فقط أريد الحقيقة لا أجادل فقط معرفة الحقيقة هل نحن عايشين وهم أم ماذا يا أخي العزيز لا يكفي أن نقول مصادر شيعية فقط هل كل العلماء أجمعوا على ذلك حفظك الله وأطاله بأمرك وحسن عاقبته بالحقيقة احنا عايشين بوهم نعم الشيعة الذين يؤمنون بوجود إمام غايب عايشين بوهم وهذا إمام لم يظهر ماذا 1200 سنة ولم يراه أحد ولن يظهر في المستقبل لأنه لم يولد أبو قال ما عندي ولد باقي شلون نحن نجيب من وين نطلع هذا الإمام صار المذهب الاثنى عشر ومشوا الناس عليه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والصدوق أسسوا هذا المذهب بالقرن الرابع الهجري والناس قلدوهم معظم مراجعنا وعلمائنا وشفوهم يسموهم نفسهم مجتهدين هم مقلدين قلدوا الشيخ المفيد ومشوا على هذا الشيء بس الآن صارت تطور الواقع فرض نفسه الواقع فرض نفسه والشعب الشيعي في كل مكان طالب بالجمهورية وطالب بالديمقراطية قلت له لأخ هذا راقي قلت له أخي العزيز الإسلام واحد لدى جميع المسلمين ولكن الفكر السياسي يختلف من مذهب إلى مذهب وحتى في داخل المذهب الشيعي حدثت تطورات فكرية سياسية كثيرة فمن الولاء السياسي العادي لأئمة أهل البيت في القرن الأول الهجري كان يلتفون يحبون دولل قيادات نزيهة معارضة للظلم الأموي فالتفوح إلى أهل البيت صارت ثورة الإمام الحسين وثورة الإمام زيد بن علي وبقية الثورات في العهد العباسي أيضا بالنفس الزكية وغيره فإذن هذا كان الولاء السياسي بعدها نشأت في القرن الثاني نظرية الإمام الإلهية بسر يبس بسون بيها ما كان يأنوها ولأي مكان ينفوها يسألهم أنت إمام معين من قبل الله يقول لا إمام الصادق أنا مم معين من قبل الله ولا مفروض الطاع ثم نشكت هذه النظرية الإمامية إلى أسماعيلية وواقفية ومسوية وفتحية وما شاء الخط المسوي الإمامي المسوي انهار في منتصف القرن الثالث الهجري في وفاة الإمام الحسن العسكري سنة مئتين وستين للهجرة ووقوع الحيرة الكبرى وشنو صار بالإمام ليس الإمام العسكري توفى وما تحدث عن الإمامة ولا تحدث عن وجود ولدي له بعد مئت سنة من الحيرة نشأ المذهب الاثنى في القرن الرابع ثم انشقاق هذا المذهب منذ تأسيسه إلى أخباريين غلاط صاروا يحكون عن الأمة شونا شغلهم وين الأمة شونا عملهم قاعدوا يديرون الكون يحيون يرزقون ويميتون وكذا والإمام مهدي واحد يستغيث به وين يكون بالدنيا يجي غيث وما شابه أخباريين غلاط وأصوليين مجتهدين منذ أيام الشيخ الطوسي والشيخ المفيد أيضا بدأ المنهج الأصولي الاجتهادي صاروا يدقون بالروايات وصار خلاف حتى اليوم هذا الخلاف مستمر واحتدم قبل قرنين من الزمان صار صار عنيف بين الأصوليين وبين الأخباريين ولكن كلهم في نظرية الإمام الانتظار للإمام التعني عشر الغائب محمد بن حسين العسكري ثم أيضا هذه النظرية مو مفيدة يعني ما تنتشير آمنوا بهذا الإمام طيب ثم ماذا بعدين إحنا شنسوا في حياتنا فحدثت النظرية الملكية الصفوين إجوا حكمه وبعض العلماء مثل الشيخ علي عبد العالي الكركي أعطاهم شرعية باعتبار هو نائب الإمام قالوا أنا أعطيكم إجازة بالحكم ثم بدأت نظرية النيابة العامة للفقهاء عن الإمام الغائب في القرن العاشر الهجري أيام شيخ علي عبد العالي الكركي نيابة عامة قالوا أنا نائب عام عن الإمام المهدي وكل الفقهاء صاروا يقولون حتى الآن سيد السلساني هكذا يقول يقول أنا نائب الإمام المهدي فإذن أنا ولي أمر المسلمين في العالم إذن أنا الحاكم الشرعي وكل شي يجيبون هذه النظرية ثم اطورت النظرية إلى نظرية ولاية الفقه قالوا أي واحد فقه هو يحكم مشرط يكون نائب الإمام نظرية أقلاعية أيضا حتى السنة قالوا بها الإمام الجويني في القرن الخامس الهجري قالوا لا ما عدنا حاكم ما عدنا ملك ما عدنا خليفة فنشوف لنا فتفقيح عادل ونعين يصير رئيس علينا هاي نظرية ولاية الفقه هي ايضا تطور في الفكر الشيعي والمذهب المرجعي كما تعرفون اللي مراجع ونازم يتقلدون واحنا نواب الإمام هذا المذهب راح كل المذهب انقرضت الآن الشيعة يتبنون المذهب الديمقراطي منذ فقود من الزمن فصار تطور بهذا المذهب رجعنا إلى مذهب أهل البيت الآن الشيعة افترعنا افترعنا 1400 سنة رجعنا إلى مذهب أهل البيت مذهب الشورى مذهب السقيفة مذهب العقل والأقلاء مذهب القرآني وأمر مشورى بينهم فإذا صار تطور كبير لازم ننظر إلى التطورات الواقعية ما ننظر الكتب شو تقول والناس بالأذهان شي يحكون وشو يؤمنون دعنا نرى الواقع الآن واقع الشيعة ماذا واقع المسلمين ماذا كلهم مجمعين على النظام الديمقراطي عموما أتكلم من أصدر عندنا بعض الأسئلة ومداخلات الآن استعرض إن شاء الأخ علاء جاسم يقول انتهى بغيبة المهدي المذهب الإمامي يقصد هل تؤمن بوجوده لحد فترة اختفائه لا أنا طبعا ما أؤمن بوجوده ولا ولاته ما في أي دليل على ولاته بالعكس أن أدلة مضادة أدلة شرعية وقانونية وتاريخية وقرفية ولكن كما يقولون بوفاة العسكري أو بغيبة هذا غائب من أول يوم غائب يعني ما موجود الأخسام سندية يقول ليس هناك مذهب أهل البيت ما في شيء اسم مذهب أهل البيت ويجيب كلام يقول حسب تفسيرات الطبري الكليني أهل البيت زوجات الرسول وحسب الشيعة وحسب الشيعة فاطمة علي الحسن والحسين أضع فؤلهم أهل البيت وهذه فلسفات روايات الغلاة ليس هناك مذهب لأهل البيت لا سنة ولا شيعة وهذا يخالف الرسالة النبوية إذا قلنا يعني أكون مذهب إمامي ويتحول الدين من الرسالة إلى سلالة وهذا غير مقبول هل هناك مذهب أهل البيت والنبي موسى أو إسحاق أو سليمان طبعا لا ما معنى محمد عنده أهل البيت وهو عقيم أصلا لا نبي لم يكن عقيم جاب فاطمة زارة وجاب إبراهيم جاب سام سندي أنت معذر من وين قد تتكلم على أي حال يعني نحن نقصد مثل أهل البيت الذي يجمع عليه المسلمون اليوم والصحابة الكرام في الصدر الأول وهو وأمره مشورى بينهم ومثل أقلائي أنه طبعا تختلف صيغة طرق الحكم طرق انتخاب الحاكم حسب البيئة وحسب الظرف الاقتصاعد الاجتماعي وظروف السياسية فنبدأ أن نتكلم عنه نبدأ أن تتطور عبر الزمان إلى النظام الديمقراطي وكل بلد عنده نظام ديمقراطي الشكل معين الأخ الخالدي عبد الله يقول ليش تركت على كلمة مذهب أهل البيت طريقهم الإسلام ولا مذهب في معاجم القرآن فأعدنا الأخ عباس الأنصاري يجاوب يرد عليه يقول لو ركست في كلام الكاتب ومن المتابعين له لعرفت أنه يقول ما قلت نفس كلامك يعني ما يريد يقول أدم مستقل المذاهب في الإسلام ونهج أهل البيت السليم الأصيل هو الإسلام الحقيقي من غير الإضافات التي أضافها الناس لمنهجهم والتي شوهت منهج أهل البيت الأصيل تابع محاضراته السابقة بدقة شكرا لأخ عباس الأخ الخالدي يعود فيقول أنا مع أحمد الكاتب قبل أن تخرج علينا السوشيال ميديا أنا أتحدث عن هذا المنشور أنه ما بيّن يعني في الموضوع اشتريت كتابه طبعا الأولى تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاة الفقيه من قبل ما يقرب أكثر من 20 سنة شكرا لك يا أخ مهدي الشبلاوي يقول المذهب المرجعي انتهى بغيبة السيستاني وعنده علامة استفاني يعني يقول شلون انتهى يعني المذهب المرجعي كان يقول إحنا الحكام ولا يزال السيستاني يقول ذلك في رسائله العملية وفي الفتاوى يقول أنا الحاكم الشرعي أنا ولي أمر المسلمين في العالم مو بس بالعراق وأنا نائب الإمام لماذا أنت صرت حاكم شرعي وأنا نائب الإمام يجب أن ينتخب من أدهم ويحاسبوه ويراقبوه وينتقدوه وغيروه أيضا كل أربع خمس سنوات تسر انتخابات حتى يتغير الحاكم هذا المذهب الواقعي الآن جمال هياجن يقول الشورى طريق الحكم في الإسلام وهو الطريق الذي تسلكه الآن كل دول أوروبا وكثير غيرها وهو المنصوص عليه صراحة في كتاب الله أحسن محمود سلمان يقول استاذنا الكريم أنت تتكلم عن غيبة المذهب المرجعي وتقول غابة بغيبة السيد السستاني ربما يكون الأصح تقول غابة المذهب المرجعي بغياب الخوئي مثلا أو بإعدام الصدر الأول أما عن السيد السستاني فهو بالأصل غائب وليس له حضور واضح أمهند عباس النفاخ يقول الكاتب أحمد الكاتب من أين جاء هذا النظام والترتيب عند الشيعة أن كل إمام يسلم الإمامة لإمام من بعده وكأنه مرتكز عندهم مسلم به من المؤمومين ومن الإمام في الحقيقة لو تقرأ التاريخ الشيعي تاريخ الأئمة ما تشوف هاي نظرية موجودة ولا الأئمة كل واحد سلم الإمام الواحد آخر الإمام علي عليه السلام عندما ضرب جاء إليه الأصحاب قالوا له عين الإمام الحسن خليفة من بعدك ولي عهدك فقال رفض الإمام وقال له أترككم كما ترككم رسول الله إنا ذهبنا إليه وقلنا استخلف فقال فرفض أن يستخلف وإمام علي لم يعين الإمام الحسن خليفة من بعده بعكس ما يروج بعض الأمويين الآن أنه إيه نعم الإمام علي عين الإمام الحسن لا حتى يبررون تعين معاوية إلى يزيل يدعون كلبا وزورا أن الإمام علي عين إمام الحسن الإمام الحسن لم يعين حسين أن حسين لم يعين زين العابدين زين العابدين لم يعين باكر باكر لم يعين الصادق الصادق لم يعين الكاظم الكاظم لم يعين الرضا وهكذا فما عندنا شيء ما ثابت أقرأ التاريخ بدقة شوف أعرف على الموضوع ولكن بعدين عندما ألفوا النظرية الاثنى عشرية وصولهم اتناعش وشطبوا بعض الأئمة وحطوا بعض الأئمة شطبوا إمام عبدالله الأفطح مثلا لأنه ما عنده سلالة تستمر الإمامة فيه فسووا أنه إي واحد نصر على الآخر تسألوهم أن الإمامة كيف تنتقل من واحد لآخر يقولون بالنصر من الله تعالى شلون نعرف النصر من الله يقول النبي عين الإمام علي طيب بعدين الإمام علي كيف تنتقل الإمام من واحد لآخر يقولون بالنصوص أو الوصية العادية إذا ما يكون ناس هم يقولون راجعوا كتب المتكلمين الإماميين يقولون إذا لا يوجد ناس هم يعترفون ولا يوجد نصوص إذا لا يوجد ناس فبالوصية العادية طيب وإذا ما في وصية عادية ماذا نعمل يقولون بعلم الغيب نختبر الإمام عندي ألم غيب أم لا وإذا ما كو ألم غيب معجز يجيب وإدم قصص حوض معاجز العين إذا سمعين قصة حوار هشام بن الحكم في ميناء في حضور الإمام الصادق مع رجل شامي فكتبوا هشام الحكم جعفر الصادق رجل شامي يطلع لكم بالإنترنت أنه تحدث هذا شام الحكم ينظر للإمام الأسم الإمام يكون كذا وكذا معصوم ومعين من الله قال له رجل الشامي الذي لا يذكر اسمه قال له طيب ما نعرف الآن وين هذا رجل قال له صدق أسأل هذا الإمام فالإمام بدأ يحدث عن ألم الغيب قال له أنت من أين طلعت ومرأت على يا بلد وشنو أكلت بالطريق وإلما شفيت فهذا ألم الإمام الصادق بالغيب هو الذي أثبت إمامته فهذا مصحي لا الإمام الصادق ما تدعي هذا ولا يقوم بإمام هذا ما صار الإمام الكاظم أمام أحيى بقرة أو الإمام باكر طار صنع فيل من الطين وركب عليه وطار راح لمكه ورجع قصص خرافية يعني يجبون حتى يثبتون إمامة الإمام فإذا بعدين الناس قام يقومون قصص وأساطير عنهم الأخ أحمد برغوت يقول مذهب مرجعي أو مرة يسمع يبدو كلمة مذهب مرجعي نعم الشيعة قبل النظام الديمقراطي كان أدهم المذهب المرجعي المذهب المرجعي يختلف عن المذهب الإمامي كما قلنا في البداية المذهب الإمامي يقول الإمام يعني الحاكمة الرئيس القائد الزعيم أي شي تقول عليه يجب أن يكون معصوما من الله من السلالة العلوية الحسيني المذهب المرجعي يقول لا القائد يكون فقيح عادل أي شي كان من أي قبيلة كان نحن نتبع ويصير قائد هذا المذهب المرجعي قائم على الفقه والعدالة فإذن هذا المذهب المرجعي انتهى الآن أو اطور نحو المذهب الديمقراطي أقبال عبدالله النواب يقول أو تقول لا عذري يقول أستاذ أحمد الكاتب الناس تريد رمزا تطوف حوله وأنت أعرف بهذا فإذا رفع الرمز تشتت وضاعت فالله خالق الخلق ليس كمثل شيء جعل رمزا يطوف الناس حوله وجعل من هذا الرمز هي الكعبة يطوفون حولها ثم أداء باقي الشعائر الأخرى فلو رفعنا الكعبة من الوجود لضاع وتشتت الناس يا أستاذ أعطينا رمزا نجتمع حوله لأداء باقي الفرائض يعني أنا أجيب لك من جيبي رمز ما هو إحنا عاشين في هالبلاد في هالعالم هذا في كل بلد نحتاج إلى رئيس وهذا الرئيس إما الله ينزله بالزبيل من السماء بالبراشوت وإما إحنا ننتخبه والراقبة ونحاسبه مثل كل الخلق فمن احتاج شن رمز شن سوي فيه رمز يعني أبو عمار المهذري علي يقول للأخ أقبال يقول نعم أتفق معك حسن البلوشي يقول سؤال مشروع ومنطقي أبو عمار المهذري مرة أخرى يقول السلام عليكم شيخنا الكريم ورحمة الله تعالى وبركاته هل ممكن توضح لنا عن أهل البي ومن يكون وما هو دورهم وأحقيتهم وفضلهم وهل يوجد منهم أحد في عصرنا الحالي أو لا أو لا يوجد فأين سنحصل عليهم عرفنا عليهم ولكم خالص الشكر والتقدير في الحقيقة في الحقيقة كلمة أهل البي هي تطلق على نساء النبي لغة وعرفة وحتى الآن نقول أهلي أهل البيت هما نساء النبي بعدين أضيف إليهم الإمام علي والفاطمة والحسن والحسين وكانوا أهل البيت مع بيت النبي أما أنه إلى يوم القيامة يجوا الناس يقولون إحنا من أهل البيت فهذا ما يكون أدم دليل من جرد دعائص وهما علماء أبرار كان معدهم ضرية النبي من أموم أطلق على ضرية النبي أيضا أهل البيت يعني تسامحا في الحقيقة وما أنهم خاصية يعني ما أنهم حق على الناس إنما هم علماء أدوا دورهم الجهادي وقدوة كانوا في العبادة والزهد والتقوى والورع والعلم هذا اللي يسوى ما أعدنا شيء أكثر من هذا لا يوجد الآن أحد من أهل البيت حتى إحنا ندور حوله ويصير إمام علينا وهو أيضا يبدو الأخ زيدي يعني يعلق مرة ثانية يقول بحث هام جدا لمن يريد معرفة منهج آل محمد المذهب الزيدي يقول ليس في المذهب الزيدي شيء من الخرافات والأوهام ولا شيء من الغلوب كما هو الحال عند أهل المذهب الأخرى فالإمامية غلت في أئمتها وقالت فيهم ولا ينبغي أن تصدق به العقول وأهل السنة غلوا في الصحابة بالحقيقة الزيدي أيضا مذهب متعددة وموجات عبر التعليق كانت موجات متعددة المذهب الأول الإمام زيد ما كان يؤمن أنه هو إلحق على الناس هو الناس انتخبه اختاره وسوى ثورة وفي حواره مع مؤمن الطاق أو شيطان الطاق قال لي أنت هذا محمد بن نعمان قال لي أنت مو مع أي من قبل الله قال لي أنا أتحجب شنو تتكلم أنت أول مرة أسمع الكلام قال لي يا أبوك كان يقول بالإمامة والإمام الآن هو ابن أخيك جعفر الصادق قال لي أنا ما أعرف هالكلام منين الجبن أنت المو بحوار طويل فالإمام زيد لم يكن يعرف نفسه أنه مع أي من قبل الله الحكم حصر وحق خاص إلى هذه السلالة في البطنين في أبناء الحسن والحسين إلى يوم القيامة ما يصير واحد حاكم آخر يجي وهذا يسبب لهم مشاكل وردود فاعل والناس يثورون عليهم ويرفضون ولكن حسب علمي الآن الزيدية في اليمن أيضا يؤمنون بالنظام الديمقراطي والجمهوري وهم صوتوا عليها ويدعون إلى انتخابات رشح يصير رئيس جمهورية وإذا انتخبه أي واحد من هؤلاء أو من هؤلاء يصير رئيس جمهورية فالمذهب الزيدي أيضا تطور إلى المذهب الديمقراطي الآن وإلا أيضا عبر التاريخ الناس يأولون يفسرون ويدخلون نظريات من عدد الأخ معين زاهد يقول شون المانع أن تكون أمور المسلمين شورى بوجود المعصوم هذا سؤال متناقض يا أخي العزيز إذا معصوم معين من قبل الله بعد هذا شلون تكون شورى يعني لازم نسمع نطيع بدون النقاش يعني أما إذا شورى فما نحتاج إلى واحد معصوم الأخ موسى أي جي يقول لا شورى في الحكم الإسلامي لا حكم إلا لا ما كانت لهم الخيرة وإذا كان الشورى فبين من تكون يثبت موضوع ويسأل عن موضوع آخر لا حكم إلا في القضايا الدينية أما في قضايا الحكم هذا شعار ما الخواهر كان لا حكم إلا وبعدين هم وقعوا بيه نفس الشي يسو حكم يعني فالحكم ما يكون الآن الآن فكر بي الآن عندنا دول إسلامية كيف يكون الحكم فيها يكون حكم ملكي وراثي عسكري مستبيت فوضى أو الناس يقعدون العقلاء في مجلس معين واختارون حكومة معينة وحاكم معين عليهم ويسوون دستور إليهم فأتجيب الآية ما كانت لهم الخير ما تنطبق على الموضوع يا أخي العزيز وإذا كانت شورة يتنازل شوية يقول وإذا كانت شورة فبين من تكون بين كل الناس شورة مساواة ما عندنا واحد أفضل من واحد ولا واحد يقول أنا أتقى وأورع من الآخرين وأنا أعلم وانت قد تكون عندك هوا عندك داخلك الله أعلم فما تقدر تقصي أحد أو تحصل حكم في طبقة أو فئة الأخ عبدال كافور أو عبدالغفور الله أعلم الربيعي يقول وكيف تثبت ماذا بأهل البيت والشورة ولم نرى أي إنسان عمل بالشورة نعم عندنا إسلام الله سبحانه وتعالى والشورة فقط عملت بها ملكة سبع هي ملكة كانت من كده ما أخذ الحكم وراثي إنما استشارت مم كان نظام شورة عندهم شورة عمل بها الصحابة انتخبوا أبو بكر ثم أمر ثم عثمان ثم الإمام علي ثم الإمام الحسن ثم الإمام الحسين أيضا بالشورة والآن استقفك من التاريخ الآن لا توجد أنظمة ديمقراطية والناس ينتخبون الحكام إما أنظمة رئاسية أو أنظمة برلمانية فخليك واقعي فكر اليوم شون نسوي فكر بالتاريخ السحي أو شورة السقيفة كانت مثالية وكانت صحيحة ولا مصحيحة ولا ناقصة ولا بها مشاكل ما نخصنا فيها اليوم إحنا شون نقدر نسوي الأخ عبداللطيف ياسين الياسري يقول التشيع ملخص مفيد عبارة عن حزب سياسي تفرق وانشق إلى 80 حزب ادعى كل حزب منهم أنهم مذهب أهل البيت نظم المؤمنين منهم المهدي مذهبا تأثراً بمذاهب أهل السنة وجماعة فنظموا له مذهباً باسم الإمامية الـ 12 تصور أكثر من 80 فرقة أو حزب أو طائفة تدعي أنها شيعية وعلى مذهب أهل البيت وبينهم من الخلافات لحد يكفر كل منهم الآخر بشار حسين يقول أو حسين لا أدري يقول لا يوجد شيء اسمه ماذا بأهل البيت هل البيت جزء من منظمة الإسلام الذي عاصر النبي صلى الله عليه وآله فهو من أصحاب رسول الله والذي هاجر معه فهم من السابقين الأولين بالإسلام وأهل البيت هم أقرباء الرسول من نسله وزوجاته وأعمامه لا ذا الأعمام بعد ما يصدن أهل البيت الأعمام من الأترة الأترة الأعمام وأبناء العام والعشيرة يسمونه الأترة وبناته وأحفاده لا من سر الأحفاد أهل البيت الإسلام منظومة شاملة وعامة بنصر القرآن أساسياتها الإيمان والتوحيد والعمل الصالح والنهي عن المنكر والأمر المعروف وآل البيت مصطلح أشمل وأوسع آل البيت أوسع من أهل البيت ترك النبي الدنيا ورحل عنها وقد أكمل الدين كالمحجة البيضاء من تخلف عنها فعليه آل البيت يعني آل النبي مو آل البيت آل محمد هم أصحابه هم أنصاره هم أتباعه إلى آخر الزمان مثل آل فرعون وآل موسى الأخ صبار عباس يقول المذهب الإمامي الاثنى عشري أشد قوتنا الآن في العراق شون تقول ماكو منكرر هذا المذهب لكن اللجوء للانتخابات الديمقراطية لغرض استلام السلطة في إطار المذهب الإمامي يعني لذلك ترى الطائفية تزداد في المجتمع الإسلامي بسيحنا بسيحنا لا أفتهم للأخ صبار يؤيد له ينقض أو يرفض شيء هذا إحنا لدينا خلفية تاريخية ثقافية يسموها الاثنى عشرية أو الإمامية بس الآن الشيعة بس أنه كنه متفقين على نظام الديمقراطي أبو محمد العراقي يقول هو يتكلم في اعتقاده أنه مات يعني المذهب الإمامي مات بموت العسكري لكن لو نسأل أي شيعي إمامي بهذا الزمان ماذا يقول سوف يقول المهدي حي ترى عمري ما سمعت ترى عمري ما سمعت شيعي إمامي أنكر وجود المهدي وحتى السستاني موجود حتى خرج شعب يقاتل بأمر منه مع أنهم لم يسمعوا لكن عندهم حي أنت الكاتب ميت فتوهم أنه ميت أنت الشيعة أيضا يا أخي العزيز أنا أعرف الشيعة الأم موجودين وهم متشرين بالعراق ويسمونه بسم إمامي يطلق عليهم وهذه العقيدة أنه الإمام المهدي حي وموجود من قبل 1200 سنة موجود هذا الشغل ولكن عمليا يعني إذا اعتقدنا وهذه المشكلة لأذة الشيعة كثيرا عبر ألف عام قالوا هذا الإمام المهدي موجود وأن الله منصبه لقيادة الأمة الإسلامية وما يجوز غير واحد يقوم بدوره ما يجوز واحد يسوي ثورة وحكومة ودولة إلا هو يطلع إلا قبل خمسين سنة كانوا مراجع فكرون الشغل بالنجاة وكانوا يقولون كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت ما يجوز واحد يرفع راية وسوي دولة حكومة وثورة ومقاومة بس هذا الفكر الآن الشيعة تخلم عنه صار أهزاب ودول وحركات مقاومة وكل شيء يعني ما يشترطون المهدي هو يجي وأي قائد ما يشترطون يكون معصوم ومعين من قبل الله فإذن هذا وهم عايشين في الناس بعضهم يقولون في هذا الشيء ما يعرفون شنو معناته اللي عرفوا معناته و سووه قبل ألف سنة قالوا أنه ما يجوز إحنا نسوي حتى ولاية الفقير الشيخ الصدوق كان يقول ما يجوز حرام ومن يسوي ديمقراطية أو ولاية الفقير فقد خرج عن دين الإمامية كان يقول قبل ألف سنة فإذا الشيعة خرجوا عندك إذا خرجوا عن دين الإمامية وأما سيد السستاني كنظرية نتكلم هو موجود على طويل الأمر إن شاء الله ولكن كنظرية أنه يقول أنا الحاكم الشرعي لا أكون منتخبة من الشعب مو هو فارض نفسه هو يعتقد سابقا أو لاحقا أنه هو كذا وكذا أو المراجع غير يجوون مراجع تعتقدون الشيء هذا بس هذه النظرية مو مطبقة انتهت وأيضا حتى السستاني اعتزل الحياة السياسية منذ مستحس أنا الآن تقريبا عشر سنين هو غير الفتوى الأصدرها لأن الدولة كانت ضعيفة وانهارت فقط فتوى المقاومة مقاومة داعش ولكن إذا كانت الدولة قوية سوي استنفار وتجند الناس وتحارب داعش بعد منحث فتوى من أحد ما يمكن نحن ندير البلد بالفتاوي البلد بالنظام الديمقراطي القائد العسكري القائد السياسي يعني هو القائد العام لقوات المسلحة هو يصدر أوامر ويشوف أي خطر يجي يعني يتحضر له ويقاوم يعود الأخ السندباد يقول لأبو محمد العراقي يقول أنا ليس بموضوع حيلو ميت هو له فيديو يقصدني عنه يمكن يقول الذي أنشأ المذهب الاثنى عشر هو الشيخ المطيب طبعا يقصد فقط الأم الاثنى عشر عليها عبدالكفور الربيعي أو غفور يقول يا سيد أحمد الكاتب أعيد السؤال هداك الله أنت تقول أهل البيت والشورى أهل البيت لم يقروا المذهب الشيعي أقره الناس وكذلك لم يلتزموا بالشورى أبدا منه ما التزم أهل البيت الأم اللي كان عندهم فرصة طبقوا الشورى يوم علي جاء عبر الشورى والبيعة الطوعية وكذلك الإمام الحسن وكذلك الإمام الحسين الناس دعوه نتخبوه وراحلوا من العراق فأهل البيت طبقوا الشورى أكثر الناس طبقوا الشورى هم أهل البيت كان يؤمنون إذن بنظرية الشورى وأنهم تصاريح كثيرة كلام كثير حول الشورى إمام علي عنده كلام يقول إذا مات إمامهم إمام المسلمين فعلى المسلمين أن لا يقدموا رجلا ولا يدا ولا أي شيء قبل أن يختاروا لهم إماما كذا كذا مواصفاته هم يختارون الإمام فالناس سووا مذاهب هاي مذاهب انقرضت لأنها مذاهب بشرية مو هي مذهب إلهي أو من الله يعني محمد رسول يقول حتى في زمن الإمة كانت النظرية غير واقعية وليست عملية هم الإمام ما تدعوها أصلا وليس لها شبيه في النظريات السياسية الأخرى أنه لازم يكون معصوم معي من الله يعني من حيث أن يكون الإمام هو الحاكم لكنه مسلوب الإرادة والحكم الفقلي بيد غيره بشه ما صار الإمام هذا وعليه لا يكون انتهاؤها بوفاة العسكري بل بنهاية حكم الإمام علي أو الإمام الحسن مثلا أو على بعد استشهاد الإمام الحسين هو صحيح النظرية كانت مثالية خيالية في الأذهان ولكن الذين آمنوا بها إلى الحسن العسكري انتهت أيضا حتى لو كانت واقعية ولأيما كانوا أمنوا بها نفترض حسين الركابي يقول هذا مذهب أحمد الكاتب مو مذهب بين البيت يعني كيف كنت أنت الأخوة المستمعون والقراء ومو يحكمون هذا جايب شي جديد لهذا مذهب الله بالقرآن وأمره مشورع بينهم ومذهب أقلائي كل الأقلاء العالم يتبعوا الأخ المرشد التربوي سلام الأمران من جعل جدا من كلامنا يقول كل ما تبث من أراء هي مجرد سموم وتلويذ لأبكار الشباب الذين لم يطلعوا على تراث أهل البيت الحقيقي من روايات وأحاديث صحيحة ونقول الأخ سلام يا أخي العزيز أنت رح أدرس تاريخ أهل البيت أدرس ماذا بأهل البيت أدرس أحاديثهم أنت دارس أصلا روايات وأحاديث صحيحة أو قاري لك كم رواية مزورة أو موضوعة أو مكذوبة وتعتبرها هاي مذهب أهل البيت وين مذهب أهل البيت إذا كانت هاي الروايات صحيحة أين هو مذهب أهل البيت اليوم كيف يمكن أن تطبق ما تفكر في الناحية عملية تطبيقية بس نظريات بالهوى ما يصير عاطر القريشي يعني إيران الآن دولة ديمقراطية وكاتب ديمقراطية يبدو هو ما أدر نوع نعم إيران دولة ديمقراطية لأنها نظام 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 جمهوري وفيه انتخابات برلمانية وفيه انتخابات للقائد فإذن هي دستورة ديمقراطية الآن هذه ديمقراطية لا تعجبك عندك ملاحظات عليها ممكن ولكن كل نظام ديمقراطي بالعالم تعال النظام الديمقراطي الامريكي حزبين مسيطرين على 300 مليون إنسان وهم يتداولون السلطة بيناتهم هذه ديمقراطية في أمريكا يقولون نحن نظام ديمقراطي بريطانيا حزب الأموال وحزب المحافظين وهم يتداولون بيناتهم هل هذه ديمقراطية مثالية فيها أخطأ كل بلد بالعالم عند النظام الديمقراطي ويعاني أيضا من بعض الثغرات والمشاكل فما تقدر تقول إيران مو دولة ديمقراطية دولة فكرها السياسي قائم على الدستور والانتخاب والنظام الجمهوري يمكن فيه ظغرات نعم أنا ما أقول لك لا أنا عندي أيضا ملاحظات وأأمل أن تطور مو ملكية ولا عسكرية إذن فهي ديمقراطية الأخ خاء أي واحد يقول والله أنت انتهيت من تركت الحق وما ذهب أهل البيت أهل البيت النبوة الله يهديك الله يحفظ السيد السستاني وإحنا معاكم الله يحفظ السستاني وباحث الحق يقول السستاني معصوم إجابة يقول السستاني معصوم معايا من قبل الله استغفر الله ربي واتو بلي كيف يعني فأحنا نتكلم ما عدنا كلام شخصي تجاه أحد لا سستاني ولا غيره نحترمهم جميعا ويمكن لديهم أعمال إيجابية كثيرة ولكن كفكر سياسي نقول هذا الفكر انتهى المذهب الإمامي وصل إلى طريق المسدود وهو أساسا كان مثالي وخيالي وصل إلى طريق المسدود وانتهى قبل 1200 سنة والمذهب الـ 12 ولد ميتا والمذهب المرجعي أيضا انتهى اتطور إلى المذهب الديمقراطي والآن والحمد لله رب العالمين الشيائي يؤمنون في الديمقراطية والجمهورية والدستور ويتفق معهم بقية أبناء المذهب الأخرى السنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته